واخيرا فيديو الحصالة تعالوا نسمي الله ونفتحها مع بعض ونشوف فيها كام وكمان جبت حاجات حلوة جدا 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 بالفلوس اللي لقيتها جواها عايز اقول لكم يا جماعة اتمنى من حضراتكم تضسوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل علشان يوصل لكم كل ما هو جديد اول حاجة يا جماعة الحصالة دي دايما بنفتحها قبل رمضان بشهر زي ما حضراتكم شايفين احنا بنكون محوشين فيها اي فلوس فكة بتكون معنا ووقات مثلا بنحوش في حصالة تانية وكل ما نجمع مثلا 100 جنيه بنجمدها بورقة واحدة عشان الحصالة تقدر تاخد الفلوس وزي ما حضراتكم بدأت ان انا افك الحصالة دلوقتي ودي كانت الفلوس اللي احنا طلعناها منها طبعا احنا اول حاجة زي ما حضراتكم شايفين العشرات الجديدة والجنيهات والخمسات ووقات لو كده في ميات زي ما قلت لحضراتكم احنا كنا اي جنيهات كتير او خمسينات وحاجات زي كده بنحطها في حصالة بتتفتح وبعد كده ما بنجمع مثلا 100 جنيه على بعض بنجمدهم ونحطهم في الحصالة دي وعايز اقول لحضراتكم فكرة حلوة جدا جربوا تعملوا حصالة رمضان لو حطيتوا كل يوم جنيه واحد بس من مصروفكم بعد سنة هيبقى معاكم 365 جنيه واعتقد 365 جنيه هيفرقوا معينا جدا جدا زي ما حضراتكم شايفين انا بدأت ان انا اعدت الجنيهات والخمسين قرش الموجودة في الحصالة وزي ما حضراتكم شايفين هما طلعوا 37 جنيه ونص اعتقد وزي ما حضراتكم شايفين بدأت بقى يا جماعة ان انا اطلع بقى الخمسات لوحدها والجنيهات لوحدها والعشرات والعشرينات وبكنش فيه خمسينات خالص والميات مع بعض اتمنى من حضراتكم تصلى على النبي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عايز اقول لكم يا جماعة انا جبت حاجات حلوة جدا جدا وفرحت قصرتي وفي الاخر اتبقى لي 2 جنيه ونص الحمد لله هجيب بقى كسين ويندوس وكمان لبانا كده وانا كده ديال اللي انا جبته لنفسي وزي ما حضراتكم شايفين انا هنا بدأت ان انا قعد بالشكل اللي حضراتكم شايفين وده ولقيت ان انا معايا كده 391 جنيه واخدت التسع جنيه دول يبقى كده معايا 400 جنيه الصحاح وبعد كده الناحية التانية الجنيهات كان معايا 27 جنيه ونص يعني الفلوس بالزبط اللي في الحصالة هي 427 جنيه ونص تعالوا بقى يا جماعة اقول لكم انا جبت ايه اول حاجة انا حبيت ان انا اغير كده بهجة البيت وان انا جبت فانوس بسم الله تبارك الله فانوس كبير حلو جدا جدا وده انا جبته ب75 جنيه طبعا هو مش بيعمل صوت هو شكل بس ولكن فيه سلك كده فيه ضاقة بيبقى شكله حلو جدا ولو حابين اصور لكم فيديو احنا بنركب زينة رمضان في البيت عندنا وكمان الفانوس دوسوا لايك للفيديو وانا ان شاء الله باذن الله اصور لكم التفاصيل دي ان شاء الله باذن الله قريب جدا اللهم بلغنا رمضان وزي ما حضراتكم شايفين كمان اللمبات بدأت انها كمان تعمل فلاش تفتح وتقفل ودي كانت حاجة كويسة جدا يعني اول ما وصلت الفانوس كان النور ثابت وبعد كده بدأ يعمل فلاش ودي حاجة شكلها حلوة جدا وهتدي بهجة للبيت حلوة اوي بعد كده بقى يا جماعة جبت فانوس لبنتي الوحيدة فريدة ربنا يا رب يبارك في صحتها وفي عمرها والفانوس ده كان سعره 65 جنيه طبعا الهدايا مش فوانيس او الفلوس اللي احنا صرفناها مش فوانيس بس عايز اقول لكم يا جماعة احنا عاملين فيديوهات مشتريات حلوة جدا وكمان ميزانيات وكمان تفرزات رمضان وخزين رمضان عاملين فيديوهات حلوة للفترة اللي فاتت اتمنى من حضراتكم تبصوا على قناتنا هتلاقيوا فيديوهات هتعجبكم طبعا يا جماعة الفانوس ده جميل جدا وبيغني طبعا الاغنية تاعتحكين بتاع اهلا رمضان ولكن طبعا انا مش هينفع شغل الصوت طبعا عشان دي حاجة ممنوعة في اليوتيوب وطبعا المدام بتاعتي ربنا يباركلي فيها حبيت ان انا اجاب لها فنص غنان كده ده سعره خمسة جنيه زي اما حضراتكم شايفين يعني حاجة كده تسكرية جميلة اه يعني من الفلوس الحصالة زي اما حضراتكم شايفين بعد كده طبعا بيبقى ان الجو بدأ يشتي جدا وطبعا انا بنوتي ربنا ربي يبارك فيها وفي صحتها وفي عمرها ان شاء الله كان عندها بطنية واحدة فانا حبيت ان انا اجيب لها البطنية دي ودي يا جماعة كان سعرها 250 جنيه كانت في السيل من رانين عايز اقول لكم هي كجودة كويسة جدا مش تقيلة اوي هي عندها بطنية تقيلة ولكن انا برضو حبيت ان انا اجيب لها البطنية دي وهفتحها قدام حضراتكم او رهالكم زي ما انتوا شايفين شكلها جميل جدا وكخامة ممتازة جدا وكمان هي مش تقيلة اوي ولا خفيفة اوي وزي ما حضراتكم شايفين كده هفتحها قدامكم عايز اقول لكم يا جماعة مشتريات بسيطة احنا دايما بنحب بنعمل حصالة وبنعمل اكتر من حصالة على مدار السنة بنحط بس يا جماعة لو انتوا عملتوا 3 حصالات كل حصالة حطيتوا فيها جنيه يعني يا جماعة اخر السنة هيبقى معاكم فوق الالف جنيه ودي حاجة حلوة جدا ما تنسوا اشتصالنا على النبي وتدوسوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل ورمضان كريم